هذه الضربة يعني مرجح جدا حتى وأن قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان حجمها جماعة الحوث يعني لن يتم ردعها يعني سيأخذون هذه مسألة عدوان صهيوني أمريكي وغيرها وبالتالي يعني سيبدأون بالقتال وسيزيدون من ضرباتهم وقد يستهدفوا المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة القواعد الموجودة هناك سيزيدون من ضرباتهم على البنطقة بشكل عام يعني إن كانت الضربة لا تؤدي إلى الردع ما فائدة هذه الضربة؟ أحسنت عزيزي لأنه هذا معروف في موضوع الطبي العلاجي وأيضا في موضوع محاربة الإرهاب إن لم تجتذ الإرهاب من جذوره وتجرف وتحرق البيئة الحاضنة له لا يمكن العلاجك هو كما بعيد بن السامعين كما يقال كما السرطان أحيانا تنشطه بدل من قضاء عليه وهذا الأمر أعتقد فيه دروس كثيرة بالتاريخ أثبتت هذا الأمر القوى العسكرية وحدها لن تكون الحل القوى الأمنية وحدها لن تكون الحل لا بد من أفق سياسي لا بد من حل سياسي وأعتقد أن عقلية القات هذه والكبتاجون التي تطلق العنان لخيالات بعض الذين يعني يبررون بعض المغامرات العسكرية سواء نظما أو أنظمة أو تنظيمات هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وأعتقد أن عندما يقوم وزير الدفاع الأمريكي بزيارة لإسرائيل ولقطر وللبحرين بحرين حيث القاعدة يعني القيادة الوسطى والأسطور الخامس هذا كله يشير إلى أن يبدو سيكون هناك ترتباط احتياطات معينة إن لم تجدي لغة الرسائل بأن يتلقفها الجانب الإيراني فيوعز لجانب الحوثي بأن يبقى الأمر في حالة من الواقعية في استدراج الغضب الذي يولد دوع من الشعبية لهذه التنظيمات المسلحة أعتقد أن نعم سيكون هناك رد وهذا الرد لا يستطيع الرئيس بايدن الهروب منه لأن أوستن يبقى عسكريا ويعلم أن التمادي بالسكوت على الاستبزاز يؤدي إلى ضياع الهيبة العسكرية وبالتالي تفقد السيطرة على الأمور وهذا سيكون لديه عواقب وخيمة أما موضوع استهداف السعودية والإمارات أعتقد هذا الموضوع ستصدى له بكين وموسكو وليس فقط واشنطن بوتين كان في المنطقة وأعتقد أن دورا ما تم خاصة عندما التقى الرئيس الإيراني في موسكو بعد ختام هاتين الزيارتين واضح جدا أن كان هناك نوع من إيصال الرسائل عندما يصرح بوتين بعد زيارته للسعودية والإمارات لأنه لا بد أن تكون موسكو في إطار الحلول القادمة للمنطقة هذه أيضا إشارة إلى أن شيء ما يتم الإعداد له موضوع التحالف الدولي في البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي كله هذا مرة أخرى يؤكد أن التفاهمات هي بالفعل أكبر من بعض الأمور العابرة حتى لو كانت إصطاراضية مسرحية بهذا الحجم